السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية يا تاسع اليوم إن شاء الله يا تاسع رح ندخل بتفاعلات التأكسد والاختزال الدرس الأول الموجود عندي في المادة طبعا يا تاسع رح أبدأ في مقدمة أول إشي حتى أدخل شو معنى كلمة التأكسد واختزال طبعا التأكسد والاختزال قديما بيختلف عن التأكسد والاختزال اللي بعد ما اطوروا العلماء وصار في عنا استخدامات لإله صار في له مفاهيم تانية هلأ بالنسبة بيش بيستخدموا تفاعلات التأكسد والاختزال طبعا التأكسد والاختزال هي عمليات فقط واكتساب إلكترونات لما كنا يا تاسع نحل نحكي اكتسبت وفقدت المرة الماضية بماذا يستخدم تفاعلات التأكسد والاختزال استخلاص الفلزات من خاماتها يعني يا تاسع لما يكون في عندي خام كامل بيتكون من مركبات كتير أو من جزيئات كتير أنا بدي أستخلاص الفلزات بهذا الإشي مثلا في عندي مثلا نا سيال بدي أطلع السوديوم لحال عندي ام جي ان او ثري بدي أطلع المغنيسيوم يعني عملية استخلاص الفلزات لحالها هلأ يستخدم برضه في بطاريات مثل بطارية السيارات هلأ يتاسع بطارية السيارات معروفة إنه موجود فيها حمط الكبريتيك أنا مثلا شو بدي أعمل بدي عن طريق تفاعلات التأكسد والاختزال أطلع الكبريت لحال من غير ما يكون مع حمط أنا بدي بدون حمط الكبريتيك بدي الكبريت لحال وإنتاج طاقة داخل أجسام الكائنات الحية عن طريق التفاعلات الكيميائية قديما يا تاسع كان فيه تعريف للتأكسد والاختزال بختلف هلأ علي رح ناخده أو نحكي عنه بالدرس طبعا التأكسد كانوا يحكوا عنه تفاعل العناصر مع الأكسجين وتكوين أكاسيد العناصر كيف يعني؟ هلأ في عندي عنصر F-E اللي هو الحديد تفاعل مع الأكسجين كلنا بنعرف يا تاسع لما الحديد يتفاعل مع الأكسجين رح يعطيني أكسيد الحديد هذا شو منسميه؟ أكسيد الحديد هاي العملية كلها منسميها تأكسد ليش سميناها تأكسد؟ لأن التأكسد قديما كانت سياع عبارة عن تفاعل عنصر مع الأكسجين لتكوين أكسيد أي إشي أكسيد الحديد أكسيد الألمنيوم إذا كان عندي هون ألمنيوم محل الحديد بده يكون AL زاد أو 2 مثلا فهيك يا تاسع عندي عشان هيك دائما أي عنصر بتفاعل مع الأكسجين بيكون لي إشي فيه أكسيد هذا منسمي عملية التأكسد هلا بالنسبة للعملية الثانية عملية الإختزال هلا عملية الإختزال يا تاسع أنا عشان أوصل لفلز منفرد ما مع إشي بتصير عملية الإختزال هلا هون المركب اللي شايفينه ما بدي يكون مع أكسجين بدي أطلع الألمانيوم لحال في هاي الحالة نزع الأكسجين من الفلزات بحصل على درة منفردة على فلز منفرد هذا منسمي الإختزال إذن يا تاسع التأكسد هي تفاعل عنصر مع الأكسجين حتى يكون لي أكسيد العناصر التأكسد بتفاعل عنصر مع الأكسجين حتى يكون عندي أكسيد العناصر هذا بالنسبة للتأكسد هلا بالنسبة إلى الإختزال هي عملية نزع الأكسجين من أكاسيد بعض الفلزات هذا الأكسيد اللي عندي أو هذا المركب بنزع منه ما إيش يتاسع الأكسوجين لما أنزع منه الأكسوجين بحصل على فلزات منفردة يعني شلت الأكسوجين من الألمنيوم حصلت على ألمنيوم لحب طبعا هذا يتاسع كان التأكسد والاختزال قديما هلا يتاسع اتطور العلم صار فيها مسميات تانية هلا التأكسد والاختزال هلا المادة اللي بتفقد إلكترونات أثناء التفاعل بسريلها عملية تأكسد نعمل توزيع إلكتروني أي مادة بتفقد إلكترون منسمي عملية تصار لها تأكسد أي مادة بتكسب إلكترون منسميها اختزال تاسع عشان نفهم التأكسد والاختزال بدي إياكم يا تاسع تركزوا معي بالدرج اللي أنا بقولكم هش هو اللي عملته هذا الدرج يا تاسع بدي إياكم كلكم تحطوه عندكم على الدفتر حتى تسهل كتير كتير عليكم عملية التأكسد والاختزال إذا التأكسد يا تاسع هي عملية فقد المادة للإلكترونات أما الاختزال هي عملية كسب المادة للإلكترونات أثناء التفاعل هلا يا تاسع في عندي هون هذا الدرج اللي أنا رسمته هلا عندي هون مثل ما ينتم شايفين في الدرج سفر واحد تنين سالب واحد سالب تنين بدي أعتبره مثل المصعد يا تاسع مش الصفر عندي هون المصعد بطلع الطابق الأول بطلع الطابق الثاني بنزل عند المصعد بنزل لتحت الطابق الأول تحت الأرض الطابق الثاني يعني عم بنزل أكسي تاسع لما وزعنا توزيع إلكتروني حكينا لما الإلكترون أو لما يكون الدرة تفقد إلكترون بتصير شحنتها موجبة وأنا هلأ حكيت التأكسد هي فقد الإلكترون يعني يا تاسع أنا كلهم بطلع لفوق بيكون عندي عملية إيش التأكسد والاختزال هي عملية كسب إلكترون لما يا تاسع أنزل نزول بتصير عملية اختزال عملية كسب إلكترون يعني كان في عندي الدرة كانت سالب واحد صارت موجب تنين بتكون عملية التأكسد ما نقولت لكم أنه التأكسد هي عملية اللي بيكون فيها إشارتها بتصير موجب الفقد وإذا كان عندي مثلا موجب واحد صارت سالب واحد بما اني قلت صارت انا بوصل محل ما صارت صارت سالب واحد طب شوный سالب هاي عندي بتدل على ايش على الاكتساب اللي يكسب الالكترون هلا يا تاسع عندما تفقد الذرة يجب وجود ذرة اخرى بتکسب الالكترونات كيف يعني التأكسد والاختزال يا تاسع لما نحك عنهم هلا عملية الفقد وعملية الكسب ما بتصير عشوائي بما انه في عندي عملية فقد ضروري يكون في عندي ذرة تانية تكسب منها يعني ما في عندي ذرة منهدرة ما عندي ذرة تروحها شوائي لا أي إلكترون بتطلع من ذرة لازم إلكترون يروح على ذرة تانية حدا يكسبه فالتأكسد والاختزال عمليتان متزامنتان بسرع عندي تأكسد مقابلها لازم يصنع عندي اختزال حتى يتاسع الذرة اللي بتفقد إلكترون على السريع يكون في عندي ذرة تانية تكسب هاي الإلكترونات طبعا يتاسع رح يجيك الأمثلة كالتالي مثل ما أنا كاتب عندك هلا في عندي يتاسع حونا معادل زد إن زائد سيو أس أفور بيعطيني زد إن أس أفور زائد سيو اكتب المعادلة الأيونية طبعا بالنسبة يتاسع المعادلة الأيونية اخدتوها الفصل الماضي اللي هي عن طريق عملية الإحلال لتحليل المركبات إلى عناصر رح نكتب المعادلة الأيونية الموجودة عندي زد إن زائد هاي رح تتفكك عندي شو بتصير سي يو موجب تنين زائد أس أفور سالب تنين هلا يتاسع بالنسبة لهون ليش موجب تنين وسالب تنين أنا يتاسع بس أوزع التوزيع الإلكتروني للنحاس حتى يوصل إلى الاستقرار بس صير شحنته موجب تنين طب يتاسع زي ما أخذنا مرة لما قلت لكم إذا كان هنا واحد بدي يكون هنا واحد بما أنه ما عندي شحنات هلا بما أني هون موجب تنين ما ننسى يتاسع لأس أفور هاي الأربعة مش إلى الدرة هاي لها كاملة أس أفور للأكسوجين إذن هون بدي تنين السيو شحنتها موجب تنين وتكون أس أفور سالب تنين هاي بدي تكون عندي يا تاسع موجب تنين وهون بدي تكون عندي سالب تنين التنين رحت مع التنين وصار في عندي مركب زي ما أنتوا شايفين يا تاسع ما على أي شحنة يعني متعادل كمان مرة يا تاسع السيو أس أفور السيو بس أوزعها توزيع الإلكتروني بيطلع عندي حتى أوصل الاستقرار اكيد راح تكون هاي عندي سالب تنين نكمل هلا بالنسبة برضه للخارصينية تاسع نفس الاشي الزد ان بس اوزعها بطلع عندي موجب تنين زائد اس او فور سالب تنين زائد سي يو انا هيك بكون كتبت معادلة الاحلال لهاي الايونات هون كد كتبتها كمعادلة ايونية فككتها كامل هلا بدهم بالفرعة التاني حدد المواد التي تأكسدت ومين اللي اختزل يلا نشوف مين تأكسد ومين اختزل اذا نبلش في مين يا تاسع في زد ان طبعا تذكر المواد تلكم بس ما يكون في شوح لشو بتكون صفر الزد ان يا تاسع كانت صفر صارت موجب تنين يلا روح للدرج كانت صفر صارت موجب تنين شو صار لها عملية تأكسد اذا الزد ان صفر اصبحت زد ان موجب تنين بمعنى فقدات اذا تأكسد تعال نشوف في السي يو السي يو موجب تنين صارت صفر يا تاسع موجب تنين عم تنزل نزول ايش بكون عملية ايش اختزال صار في عندي عملية الاختزال السي يو كانت عندي موجب تنين اصبحت سي يو شو صار العملية اختزال اختزال اذا المواد اللي تأكسدت عندي الزد ان هلا نشوف الاس اوفور ضلت متل ما هي لا تأكسد ولا اختزال الزد ان يا تاسع هي اللي صار لتأكسد والسي يو هي اللي صار لها الاختزال هلا يتاسع بحكولك بالسؤال هنا اكتب نصف تفاعل التأكسد وتفاعل الاختزال طبعا يا تاسع هلا احنا ماشا طلعنا للمواد اللي تأكسدات واللي اختزلات هلا مش قولنا انه زد ان صارت زد ان موجب تنين والسي يو موجب تنين صارت سي يو حاب اعمالها على شكل معادلة نصف تفاعل لان هون نصف انا اخدته مش كامل نصف تفاعل تأكسد ونصف تفاعل اختزال كيف بكتب المعادلة يا تاسع نصف تفاعل التأكسد الزد ان شو صارت يا تاسع زد ان موجب تنين طيب ماشي يا تاسع الفقد كم الكترون فقدت عندي الزد ان كم الكترون فقدت فقدت الكترونين هون يا تاسع هذا اللي بميز التأكسد والاختزال لازم تكتب بجنبها تنين رمز مين الالكترون كم الكترون فقدت عندي الكترونين هيك بكون طلعت نصف تفاعل التأكسد طب يا ميس تش خليت الالكترونين برا لانه وصلنا زد ان فقدت مش كسبت لو كسبت بتاخد الها فقدت طلعتهم من عندها الزد ان صارت زد ان موجب تنين شو اللي صار بالظبط انه فقدت الكترونين هلأ بدي نصف تفاعل الاختزال السي يو هي اللي صار للاختزال كانت موجب تنين صارت سي يو شو ما لها الاختزال اكتسبت صح؟ منش حكينا الاختزال اكتسبت الكترون بما انها اكتسبت لها يعني هي جبتها قبل السهم الفقد يا تاسع بيكون بعد السهم يعني فقدت اكتسبت الكترون بدي نحط هون زائد اتنين الكترون لان اكتسبتهم هنا فقدتهم طلعتهم من العملية هنا اكتسبتهم فدائما يتاسع في عملية التاكسد بيكونوا اتنين برا فقدتهم نكتب 2E برا بالاختزال اتنين الكترون او حسب الالكترونات طبعا اللي فقدتها او كسبتها بتكون عندي جوا لو كان هون 3 شو بصير هون محلها؟ 3 الكترون لو كان 4 اربع الكترون حسب الالكترونات اللي فقدتها او اللي اكتسبتها تمام يا تاسع؟ طيب في عندي كمان هون عين الدرات التي تاكسدت والدرات التي اختزلت الكالسيوم كانت 0 صارت موجب 3 إذا هون 0 وهون 0 عين الدرات التي تاكسدت والدرات التي اختزلت الCA كانت 0 شو صارت يا تاسع؟ صارت موجب 2 طيب نرجع للسؤال كانت صفر وصارت موجب تنين إذا شو صار لها صار لها تأكسد الكالسيوم اللي صاره تأكسد نروح ل Ni كانت موجب تنين صارت Ni صفر كانت موجب تنين صارت صفر نروح لمن؟ للسلة كانت موجب تنين صارت صفر شو صار العملية؟ اختزال إذا Ni صار لها اختزال اكتب المعادلة لنفس الاشياء التاسع معادلة التأكسد والاختزال لنبلش في مين في معادلة التأكسد معادلة التأكسد الكالسيوم صفر صارت عندي كالسيوم موجب تنين بما انه تأكسد يعني فقد فقدت قديش تاسع تنين الكترون معادلة الاختزال الان اي موجب تنين صارت عندي ان اي سفر طب يا تاسع في الاختزال كسبت الكترون يعني قبل السهم بتصير عندي تنين الكترون بقولها كتبت معادلة التأكسد والاختزال اخر سؤال يا تاسع كتير حلو هذا السؤال اذا علمت ان العدد الذري للمغنيسيوم 12 ومعطيك العدد الذري للاكسجين 8 ما عدد الالكترونات في الغلاف الاخير لكل من المغنيسيوم الاكسجين حتى اعرف قديش الالكترون في الغلاف الاخير بدي اوزع الامجي 12 يلا نوزع هي تاسع تنين تمانية تنين اذا كم الالكترون في الغلاف الاخير تنين الالكترون في الغلاف الاخير بدي اوزع الالكترون في الغلاف الاخير 6 الالكترونات في الغلاف الاخير ايهما تفقد الالكترون وايهما تكسب مين اللي رح تفقد يا تاسع المغنيسيوم رح تفقد عشان توصل الاستقرار مش هيك حكينا والاكسجين رح تكسب يعني الاستقرار انه يكون الغلاف الاخير تمانية المغنيسيوم اللي رح تفقد مغنيسيوم اللي رح تفقد والاكسجين اللي رح تكسب طيب ما عدد الالكترونات رح تفقدها وتكسبها كل منهم المغنيسيوم رح تفقد تنين الالكترون والاكسجين رح تكسب تنين الكترون صحية تاسع حتى توصل للاستقرار الاكسجين رح تكسب الكترونين المغنيسيوم رح تفقد تنين حتى تصير استقرار تمانية وهون رح تاخد تنين حتى توصل الى الاستقرار تمام يا تاسع نكتب يا تاسع التلخيص على الدفتر ورح ان شاء الله محس تزوه نرجع نعيده ويعطيكم العافية